كنت الحقيقة قلتله هعقب اه اه او في حاجة هقولها بعد ما حضرتك اه تقفل يعني عشان ما تبقاش المكالمة كلها اه فيما يشبه يعني الجدل يعني او الجدال انا لما سألته على لجنة الحكام قال لي لا مش هنعاي الرئيس دلوقتي ما عندناش اه ما عندناش نشاط اه وبالتالي اه 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 فلوس و اه يعني يعني ما فيش نشاط فما فيش ما يدعو يعني ولما سألته على البس والتسويق كان نفس الاجابة ما عاستقناه في النشاط طب ايه بقى الفرق بين ده وبين اللجنة الاعلامية ما ما عندكش نشاط وعلى فكرة انا لست ضد خالص على الاطلاق ولكن بشرط عشان القصة دي حدست معي داخل اتحاد الكوري انت حضرتك حتجيب اعلاميين اه هو الدكتور جمال استدرك وقال احنا كل واحد حيب ادوروا كزا وحتدي لكل واحد دور اذا الاتحاد محتاج عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين انا كانوا خمسة مسكن السوشيال ميديا وقالبوا السوشيال ميديا في اتحاد الكورة غيروه خالص صفحة او تويتر او 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 وعندهم راجل محترم اوي اسم قسام اسماعيل محترم بمعنى محترم يعني والخمسة دول كلهم كده كلهم ما تكملوش خمستاشر الف جنيه الخامسة بكملوش خمستاشر الف جنيه فانت النهاردة محقوب نفس المنطق حضرتك مروح ماشي وزي ما انا عدتها لكم على اسمان ضعيف في العدد فانعد تاني تمانية شهر تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر واحد اتنين تلاتة اربعة تسعة شهور حضرتك ما فكرتش ليه قبل الانتخابات اهو بقى نبدأ نوضح شوية بقى تبدأ تتظهر ليه قبل الانتخابات بتعمل ده ودلوقتي بس بسيطة كلام واضح اهو على الملأ اصبر يا فندم انتخابات تيجي يجي زيد يجي عبيد قدر انت حطيت واحد اللي جادة مش مختنع بيه اودته خمسة واللي جادة شايف انه عظيم ياخد عشر او اودته اتنين اللي جادة شايف لها ياخد هكذا ويتوفق عليه والمحضر ويتمضي يعني بصراحة لا حلوة لزملائنا الاعلاميين خالص وانا ارجوهم ان هم يبادروا بالاعتذار لحين قدوم المجلس الجديد ولا حلوة اتحاد الكورة اشتركوا في القناة